يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنار العقول بنور القرآن وأزال عنها غشاها والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي جاءنا بالقرآن كشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على هديه واهتدى بهداه سار في نور النهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد شاهدين الكرام متتبعي قناة الزيتونة أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته وها نحن في اليوم الثالث من أيام هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ها نحن في هذا الشهر العظيم وها نحن في اليوم الثالث من أيامه وكما قال الحق سبحانه وتعالى أيامًا معدودات فهنيئًا لمن فاز في هذا الشهر بأنواع الطاعات هنيئًا لمن اغتنم أوقاته ولياليه هنيئًا لمن صامه إيمانًا واحتسابًا فالجائزة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هنيئًا لمن قامه إيمانًا واحتسابًا هنيئًا لمن صام نهاره وقام ليله وتضرع إلى خالقه سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يتقبل منه الطاعات نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا في هذا الشهر وفي ختامه من الفائزين من الذين أعتقت رقابهم ورقاب والديهم من النيران قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون وها نحن نفرح بقدوم هذا الشهر نفرح لأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز فيه عن سيئاتنا ويقبل منا الطاعات وتتضاعف فيه الحسنات وتتضاعف فيه الأجور كما أن السيئات تتضاعف فالله الله في الابتعاد في هذا الشهر في أيامه وفي لياليه من المعاصي من أنواع المعاصي من الكذب وعدم الانضباط في المواعيد وفي أداء حقوق الناس من أداء يعني اكتمال أوقاتها خاصةً في الأماكن في كل الأماكن يعني حينما نقول أن الإنسان يصوم ويتقرب إلى الله تعالى بأداء الحقوق وإعطاء الحقوق ورد المظالم إلى أصحابها هذه نقطة مهمة إن الإنسان اللي عنده مظالم عند الناس لا بد عليه في هذا الشهر أن يتوب إلى الله وأن يرد المظالم إلى أصحابها فنسأل الله جل في علاه أن يتقبلنا بلطفه ومنه وأن يرفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قلنا في شهر رمضان في الحصة الماضية بدأنا في قراءة صورة النبأ اخترنا لكم في هذا الشهر أن نقرأ سوياً وأن نتعلم سوياً جزء عماً يعني قصار الصور حتى يتسنى لكم هذه يعني قراءة هذه الصور بطريقة صحيحة إن شاء الله تعالى أخذنا في الحصة الماضية صورة النبأ وسوف نأخذ بإذن الله في هذه الحصة صورة النازعات سوف أقرأ على مسامعكم هذه الصورة قراءة تعليمية وبعد القراءة إن شاء الله تعالى نسعد باتصالاتكم فحياكم الله تعالى بعد هذه القراءة لصورة النبأ نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم وأن يجعلنا من المتدبرين له العاملين به المقبلين على قراءته في هذا الشهر فأذكر بأن الحرفة في كتاب الله عز وجل بعشر حسنات والحسنات تتضاعف في هذا الشهر هيا بنا سوياً نفتح المصاحف على سورة النازعات ونتعلم من خلال هذه القناة المباركة هذه الصورة بقراءة صحيحة إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبَحًا فَالْسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةَ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةَ يَقُولُونَ آئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةَ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْتَ الزَّكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا صدق الله العظيم مشاهدين الكرام قد كادت هذه تلاوة تعليمية لسورة النازعات نسعد باتصالاتكم وبقراءة هذه السورة في هذه الحصة الثانية من أيام رمضان يعني كيف نقول الحصة الثانية يعني يوم بعد يوم تأتي هذه الحصة التعليمية من خلال قناة الزيتونة الفضائية نسأل الله جل وعلا أن يبارك في كل القائمين عليها في انتظار المكالمات إن شاء الله مع أن نتعلم سوياً هذه السورة فأعظم العبادة في رمضان هي قراءة القرآن ثم الإنفاق ثم يعني الإحسان والإنفاق إلى الفقراء والمساكين عملاً بقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر وفي الآية في سورة فاطر من قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ففي هذه الآية الكريمة أنواع من الطاعات من أولها تلاوة القرآن شيخ أمينة من تونس طيب معنا الأخت أمينة من تونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى مرحباً بك أختي أمينة بارك الله فيك وفيك بارك الله الله بارك فيك رمضان مبارك عليكم جميعاً إن شاء الله تفضلي أختي اقرأي من سورة النازعة إن شاء الله تفضلي شكراً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نعم نعم تفضلي نعم أسمعك بسم الله الرحمن الرحيم نعم والنازعات غرقاء تمام والناس طاط نشتاء أخت أمينة ردوا بالنا حرف طاء حرف قوي مطبق ومستعلي يعني حرف من أقوى الحروف العربية الطاء ومن أضعف الحروف العربية الها فالطاء هنا لابد من الانتباه إليها هكذا والناشطاط طاء مطبقة ومستعلية يعني مفخمة مفخموها تفضلي إن شاء الله نعم والناشطاط نشطاء حسنتي والسابحات سبحاء تمام وفالسابقات سبقاء نعم فالمدبرات أمراء يوم ترشف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون يقولون آئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تتزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يتسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الآخرة والأولى فأخذه مرة ثانية نعم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى كافي بارك الله فيك شكراً تلاوى طيبة متأنية جزاك الله كل خير وأحسن الله إليك وواصلي في حفظ كتاب الله جعلك الله من العاملين به اللهم آمين شكراً نعم قلت أن الله سبحانه وتعالى بيّن من خلال الآية الكريمة في صورة فاطر أنواع من الطاعات ومن العبادات التي يمكن للإنسان أن يتسنى بهذه الآيات فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يعني يتلون يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته اللهم اجعلنا منهم يا كريم وأقاموا الصلاة بمعنى أنهم يحافظون على الصلوات المكتوبة في أوقاتها يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يعني في حقيقة الأمر الإنفاق هو على مدى السنة لكن الإنفاق في رمضان الأجر يتضاعف أكثر من سائر الأيام الأخرى نعم معنا الأخت خديجة من الحامة مرحباً السلام عليكم ورحمة الله أخت خديجة مرحباً بك أهلاً وسهلاً الأخت خديجة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم مرحباً أهلاً وسهلاً أي حاول تسمعين متلفزة ما تسمعناش متلفون تفضلي بالقراءة نعم قلنا في الآية الكريمة قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة أنهم يحافظون على الصلوات في أوقاتها وأنا أوصي نفسي وإياكم بالمحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتها في رمضان فالإنسان الذي يصلي الترويح ولا يصلي العصر ولا يصلي الظهر في وقته وفي جماعة فهذا خلل في الفهم لا بد على المسلم أن يحافظ على الصلوات المكتوبة في رمضان وفي غيره لكن في رمضان مطالب بالمحافظة على الصلوات المفروضة وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولا بد أن تكون في جماعة لأن الأجر فيها يتضاعف أما صلاة الترويح فهي سنة لكن بعض الناس يحرصون على صلاة الترويح ولا يحرصون على أداء الصلوات المفروضة في جماعة فهذا خلل في المعنى وخلل في الفهم فلا بد من إصلاح هذا الأمر لأن الصلوات المكتوبة هي التي افترضها الله علينا وبينا يعني أهميتها ولا بد من الحفاظ عليها قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالمؤمن في هذا الشهر يحرص على الصلوات في أوقاتها وفي جماعة حتى ينال الخير وحتى ينال الرضوان من الله سبحانه وتعالى شيخ معنا مريم من بن زرد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام مرحبا بك أهلا وسهلا لباس أي الحمد لله أي مرحبا بك اقرأي من قوله تعالى من صورة النازعات الآية 26 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقاً أن السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخطف ليلها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعاها ومرعاها والجبال أرساها مداعاً لكم ولأنعانكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا عشية أو ضحاها لم يلبثوا إلا عشية عيديها مرة ثانية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ما شاء الله على بنتي ما شاء الله عليك ربي أحفظك إن شاء الله وأكثر الله من أمثالك فتح الله لك وأحسن الله إليك شكراً بنيتي يعني ما شاء الله لها في هذا السن وتقرأ بهذه الطريقة شيء طيب وهذا هو الهدف من هذه البرامج التي يعني تذاع عبر قناة الزيتونة المباركة بارك الله فيك شكراً لك قلت في الآية الكريمة إشارة إلى أنواع الطاعات من أهمها تلاوة القرآن تليها مباشرةً إقامة الصلاة ثالثاً الإنفاق ويحب ذاه كما أشارت الآية لو يكون في السر بينك وبين خالقك فكما تعلمون أن الصدقة في السر يعني أفضل من الصدقة علانية خديجة ملحمة نعم نرجع مع خديجة ملحمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله خديجة السلام عليكم مرحباً بك أهلاً وسهلاً تفضلي السلام وعليكم السلام تفضلي بالقراءة من أول سورة النازعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غربا والناشطات نشطا والسابحات سبحا حلق لنا الباء يا خديجة والسابحات سبا قلقلت الباء ساكن من قطب جد والسابحات والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تسبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة يومئذ واجفة أبطارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة خديجة في قوله تعالى يقولون آينا نحن نقرأ بروية قالور يقولون أئنا لمردودون في الحافرة لحظة واحدة حتى نبين لك يقولون آينا آينا نبينوا الهمزة لولانية ونسهلوا الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين بين المحققة والمسهلة يقولون آينا آينا يقولون آينا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة خاسرة فإذا ما هي نجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طواه كافي يا خديجة كافي كافي بارك الله فيك انتبهي شوية للمدود نعم بارك الله فيك في قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغاء نعتنيه شوية بالمدود الطبيعية والباقي جيد يا خديجة بارك الله فيك معنى إسراء 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 نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك أهلا وسهلا تفضلي بالقراءة الآية التي بعدها واصلي أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغاء لحظة وحدة صلح بعض الأخطاء اذهب إلى الباء هنا ساكن فيها قلقلة اذهب إلى فرعون كلمة فرعون لا بد من ترقيق الراء لأن قبلها كسرى يعني قبل الراء كسرى اذهب إلى فرعون فرعون إنه طغاء هكذا تقول اذهب إلى فرعون إنه طغاء عودها اذهب إلى قل اذهب اذهب إلى فرعون إنه طغاء فقل هل لك إلى أن تزكى تزكى اقرأي بقالون برواية الإمام قالون تزكى لحظة وحدة فقل هل لك بتؤده حتى نسمعون بين الأخطاء فقل هل لك مرة ثانية فقل هل لك إلى أن تزكى طيب وأهديك إلى ربك فتقشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أجبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى نحظة وحدة يا إسراء فقال أنا ربكم أنا كلمة أنا نجد بأن فوق الألف يعني الصفر المستدير هكذا موجود في المصحف هذا يدل على عدم المد في الوصلي كيف نوصلوها نقول فقال أنا ربكم أنا رب ما نقول أنا وقت اللي تلقاه الصفر المستدير هذا فوق الألف يدل على عدم المد في الوصلي أما إذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا فإننا نقول فقال أنا نقف بالمد أما إذا وصلناها فيحذف فقال أنا رب أنا ربكم الأعلى أعديها فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله رك الذال حرف الذال فأخذه فأخذه ذال مرققة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لمن ادغمي ادغام مع الغنة لمن يخشى أقرب يقالون همستين مفتوحتين هنا الإمام قالون يحقق الهمزة الأولى ويسهل الثانية مع إدخال ألف صغيرة بين الهمزتين بين المحقق الأولى والثانية المسهلة أنتم 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 أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرفاها متاعا لكم ولأنعامكم كافي كافي يا أخت كافي بارك الله فيك شكرا لك وشكرا لخديجة تلاوتكم طيبة مباركة بارك الله فيكم واصلا في حفظ كتاب الله يسر الله لنا ولكم حفظ القرآن الكريم وجعلنا جميعا من العاملين به المتدبرين له اللهم آمين يا رب العالمين إذن الهدف من هذه البرامج أننا نتعلم القرآن الكريم قراءة صحيحة بأحكامها كما وصل إلينا ويعني وصل إلينا متواترا منطوقا ومكتوبا منطوقا يعني مشافهة ومكتوبا يعني بين دفتي المصحف الشريف فالإنسان يستثمر الأوقات امتاعه في هذا الشهر يختم القرآن ختمة يعني أو ختمتين ويسر الله لنا ولكم القرآن الكريم فالقرآن ميسور لأن الذي تكفل بذلك هو الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم معنا تسنيم المستير الأخت تسنيم من المنستير السلام عليكم ورحمة الله طيب لعلها تعود إن شاء الله قلنا أن القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بتيسيره لنا وإلا لما استطاع يعني أي إنسان مننا إنه يقرأ حرف من القرآن الكريم لولا 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 هذا التيسير الإله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وأنت حينما تقرأ القرآن الكريم ففي مطلع كل سورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أنك برحمة الله عز وجل تستطيع أن تقرأ القرآن الكريم وقال الله لنبيه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك شيخ معك شيمة من بن زرد طيب معنا الأخت شيمة من بن زرد السلام عليكم أخت شيمة مرحبا مرحبا بك أهلا وسهلا وعليكم السلام تفضلي بالقراءة من الآية رقم 34 من صورة النازعات وهي قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى نشد شوية الميم لأن الشدة ما كانت واضحة عندك والغنى نعتني بها الطامة الكبرى مع مراعاة المد ثلاث أليفات نعم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمي الرقم شوية حرف الر لأنه متحرك بالكسر نقول وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمي يرى فأما من طغى شوية الإخفاء مع الغنى في النون من طغى من نعم فأما يان مور فاها فيما أم لأ ردوا بالنا مثل ما شمد هناك نقول فيما أن فيما أن المين ما فيه شمد لما أن من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أن تمنذر من يخشاها كأنهم يوم يعونها لم يلبثوا إلا عشية أو بحاها ما شاء الله لبنتي حسنتي شكرا تلاوة طيبة متأنية مباركة إن شاء الله فتح الله لك وبارك الله فيك أكثر الله من أمثالك في بيوتنا وفي أسرنا اللهم آمين يا رب العالمين هذا هو المطلوب هو أن نعمر بيوتنا بكتاب الله عز وجل أن نعمر أسرنا بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وفهما وتطبيقا إن شاء الله تعالى حتى نسعد في هذه الدنيا وتكون الجائزة إن شاء الله حينما يقال لصاحب القرآن لصاحب الذي يصاحبه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا نعم فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها وذلك بجوار الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نعود مع أختنا تسنيم من المنستير السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك تفضلي أختي من أول صورة النازعات أعوذ بالله نعم أسمعك تفضلي أعوذ بالله من الشيطان في تقطع في الصوت نحاول أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم والنازع نعم نعم تفضلي والنازعات غرقا لا ما أقولش غرقا الرحيم ما فيهش قلقا لا غرقا غر سكني نعم والنازعات غرقا والناشطات نشطا لا الشين أيضا ما فيهش قلقا حروف القلقا خمسة عددها خمسة قطب جد ما عداها ليست من حروف القلقا فالشين ليست من حروف القلقا لنقولوا والناشطات نشطا والناشطات نشطا لا مش نشطا نشط والمقلقا لا نش سكني الحرف نشطا نشطا حسنتي فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ما قولش أمرا 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 فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة زيد شوية الإدغام مع الغنى في التنوين قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة تمام لا فاخميلنا الصاد أبصارها 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 خاشة سنت جبل همزة لولة محققة يقولون آين آين هكذا يقولون آين لما بدودون في الحافرة كافي فتح الله لك بارك الله فيك نعتني بالهمزتين خاصة الإمام قالون في الهمزتين هنا في قوله تعالى يقولون آين هكذا يقرأ الإمام قالون آ تحقيق الهمزة لولة وتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألث صغيرة بين الهمزة المحققة الأولى والثانية المسهلة هكذا تقرأ يقولون آين 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 نال مردودون في الحافرة نعم بارك الله فيك وجزاك الله كل خير النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وكان من هديه عليه الصلاة نعم أم أمين معنا أم أمين منين تكلم فينا من بن عروس مرحبا السلام عليكم أم أمين عليك السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أهلا وسهلا تفضلي بالقراءة من قوله تعالى يقولون آين لمردودون في الحافرة سورة النازعات الآية رقم عشرة حاول تكون في بلاسفاء فيها الرزو أفضل لأن الصوت قاعد يتقطع نعم يقولون آين لمردودون في الحافرة تمام إذا كنا عداما نحرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة كرة تنخى أظهر التنوين هنا بعده حرف الخا من حرف الحلق نعم نعم يقولون آين لمردودون في الحافرة إذا كنا عداما نحرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوعد انقطعت المكالمة بارك الله فيك عموما اتلاوة اللي اسمعتها منك تلاوة طيبة فتح الله لك بارك الله فيك أم أمين من بن عروس شكرا نعم كما ذكرت لكم إن الإنسان قبل المكالمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه جبريل في رمضان في كل رمضان فيتدار سانم عن القرآن الكريم وذلك لأهمية الزمان لأن شهر رمضان كما ذكرنا في الحصة الماضية من أعظم الشهور واختصه الله سبحانه وتعالى من بين الشهور فأنزل الله فيه القرآن فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل في هذا الشهر في ليلة القدر أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليلة القدر يعني الإنزال الأول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يعني لكل الناس هذا القرآن هداية لكل الناس وتلاحظون أن في الآية لفظ الهداية تكرر مرتين فقال الحق سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى فالهداية الأولى لجميع الناس لكل الناس أما الهداية الثانية في الآية فهي خاصة بالمؤمنين فقال الحق سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فالهدى الثانية المعرفة خاصة بالمؤمنين فهو هداية للمؤمنين فهو رحمة للمؤمنين فهو طمأنينة للمؤمنين المحافظين على قراءة القرآن الكريم يعني الإنسان في هذا الشهر معنتها ينقص شوية من الأشياء الأخرى التي لا تنفعه ولا تعود عليه بالنفع ويقبل على القرآن الكريم مع أبنائه مع أهله كل يوم على الأقل يقرأ جزء من القرآن الكريم كل يوم يقرأ جزء من القرآن الكريم لنصف ساعة من وقته الكامل فالإنسان ينوع في الطاعات إذا كان لا يستطيع قراءة القرآن الكريم نعم يحافظ على الصلوات في أوقاتها وينفق ولا ويتصدق على الفقراء والمساكين فهو شهر الإنفاق فهو شهر الخير فكان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يعني أكثر يعني من الريح المرسلة هكذا كما جاء في نص الحديث وكان أجود ما يكون وكان أجود ما يكون في رمضان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في الطاعات من قراءة القرآن من الإنفاق من التصدق من زيارة الفقراء نعم الفقراء وغيرهم فهذا هو شهر الرحمات شهر البركات نحافظ على الصلوات والإنسان يعني يجتنب المحرمات يجتنب الغيبة والنميمة والأشياء التي تكون سببا في الإكثار من السيئات تسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في هذا الشهر لطاعته ومرضاته وأن يجعلنا جميعا من الفائزين الذين اعتقت رقابهم ورقاب والديهم من النيران اللهم آمين نلتقي إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة يوم السبت إن شاء الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخل الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة